ازايكم عاملين ايه يا ربي اكونوا بخير النهاردة جايلكم فيديو جديد ان شاء الله كده يا ربي ينول اعجبكم يا فوفا عد بتعملي ايه بخرات الملوخية يا اخت بخرات الملوخية يلا بقى متنسوش اللايك الحلو والكومنت الجميل والاشتراك كده في الجنوية جماعة وتفعيل الجرس على كلمة الكل عشان يوصل لكم كل جديد. اه طبعا بقى انتم عارفين كنت الفترة لفاتت تعبانة ومضغوطة شوية زي ما قلتلكم كده. فالنهاردة بقى كررت ان انا قوم ادلعي العيل كده واعوضهم عن اليومين اللي انا اتعبتهم. لاني كنت بجيب اكل من برة ما انا كنتش قادرة خالص والله. وانتم عارفين نادرة ان اما بحب اجيب اكل من برة بس والله المضطرة كده زي ما بيقولوا يعني. الممي بقى تعالوا نعمل الفتار مع بعض كده فقرة الفتار اللي انتم بتحبوها. وكان يوم ما يعلم بله ربينا. يعني انا يوم ما اقوم وقول هعمل يا جماعة غدا. وهعمل اكل واقف في المطبخ. المطور عاملها معي. هو الله العظيم. انا المطور جنني النهاردة. هتشوفوا اللي انا فيه. اوة اوة يا واحدة فيكو هتسكن بصي تسكني في اخر دور دي فكرلها. فكرلها كزمر. بتسكنيش في اخر دور. الموضوع يا جماعة كل ما ده بيبقى اصعب يعني. اوة الله العظيم انا جيت عشان ادخل ان انا صاب من المواين بعد الفتار زي ما هتشوفوا معي. لقيت المطور ومش هضي يطلع مية. لكن سمعيهم تحت ما يشغل عندهم. طب في ايه وفاق عشان المطور سعب بيضعف كده. فباجي انا شغل وانا اخر دور هم بيشدوها تحت فما بتطلع عليه. شو انت عارفين بقى الناس اللي سفنا زي في اخر دور. فانا عايز اقول لكم بصعوبة عبال ما عملت شوية الاكل وما صدقت ان هي اشتغلت. راح تقيمة عليكم المواين اللي انت هتشوفوه. المهم بقى انا قلت احضر فتار كده من البيت كده اشوف عندي ايه كده اعمله. وهي احضر لهم فتار هما كانوا كلهم موجودين بقى ربنا يخليهم النهاردة. اه ساعة ببقى انا وزياد لوحدي. ساعة انا وهنا لوحدي. فبقينا فين وفين لم بنتجمع الفتار. خلاص اقوم بقى افرح كده. اقول يلا بقى. يلا اقوم اعمل لهم فتار ايه كويس وكده. فالنهاردة قلت لهم ان شاء الله انا هقوضكم بقى وعمل لكم فتار. واقوم اعمل كمان غدا. وكمان انا مش عارفة هي الدنيا تقلي خيرها كده لي يا جميع. احنا في السوق يعني بدور اه رحنا اتنين سوق. سوق في الامير وسوق في الخصوص. تمام? ان احنا نلاقي خضار مش لقين خضار. انا مش عارفة في ايه. الناس بقى كلها زينا كده ولا هي في السوق معينة ولا في ايه بالزبط? مش لقين خضار او الله العظيم. يعني هي البمية بس اللي موجودة. والكوسة. وقليلة برضو الكوسة يعني. فهو في ايه? هو في ايه بالزبط? اه فيش خضار ليه في السوق مش عارف. وما حاسه ان انا تعبان ايومين بقى فما بدورش ولا بشوف ولا بفهم في ايه بالزبط? بيستغلوا تعبي ولا ايه? انا عايز اعمل خضار انا ايه ما عايز اعمل خضار اللي هيلي لاني بقى لي كم يوم ما اسطرة معاهم والله. فقلت هقوم عوضهم بقى وطبخ انت عارفين انا بحب بطبخوا كده طبق في البيت بحسوا باركة يا جماعة والله. الممي بقى عملت لهم فطار كده على السريع زي ما انت شفتوا. اه وهنا طلعت كيس بط كده من اللي انا كنت مقسمها كده ومفرزها معيكم. اه قلت حطه على النار كده شوحوا كده بالتوابل كده وبالبصل والطماطم كده. وحطوا يتسلق عبال ما نشوف ايه اللي ورانا. الممي بقى ايه? بعدت انا يعني اه بنت جاية من من السوق ده قولها شوفي لي. اه جوز جاي من السوق ده قوله شوف لي قولي اما احنا مش لقينه خضار في السوق. اوله وفقي بالزبط. اه والله مش عارف. الممي في الاخر انا اضطريت ان نعمل لهم كوسة. هي اللي قدامي بقى. اصلا انا لسه عاملة يعني يعني ما طبخت اخر مرة كنت عاملانهم بامية. فقلت لأ مش كل مرة بامية بقى اغير لهم. انا نفسي في الفسولية الخضرة مش لقياه. مش اللي من دول يا جماعة الفسولية الخضرة مفروض بتبقى موجودة ولا ايه? ولا اخطوكوا في الطراء ولا ايه? انا شكت في نفسي. انا اللي مش دارينا بالدنيا ولا ايه. الممي بقى حطيت الطوابق كلا وحطيت ورق لورة وحطيت حبهان. وزبطت كده الدنيا كده. وقلت يلا يا بيت يا فوفا قوم. قومي بصوا رغم يعني ايه? رغم المهزلة اللي انا شفتها النهاردة بس قمت. لان اول حاجة حصلت الكهرباء قطعت. طيب. فبعد الكهرباء ما قطعت يا وفي انا عندي مشكلة يا جماعة في العداد. وعملين كل شوية والله نروح لهم يعني كل شوية جزء ودب المشوار ده اللي هو بتاع الخانكة ده ويروح. نشوف موضوع العداد ده عايزين يغيروا. لان العداد كل اللي ما نيجي نحط الكارت فيه يفصل. كل ما نيجي نحط النشحن بالكارت يفصل. فالمهم عايزين نغيره وهيشوف المشكلة دي. طيب. بعد ما راح ورجل جيه وشغال له العداد ومش عارف ايه. الماتور عملها معي. قلت لأ هو اليوم ده يعني بيعاندني ولا ايه? بيقول لي مش هتطبخي النهاردة. لأ هطبخ. هطبخ الوحدة فينا لما بتحط حاجة في دمخة هتعملها يعني هتعملها. بصوا بقى مسكت الطماطم. انا بقيت اجيب اللي هي البتاعة دي اسمها ايه? زيست الماء اللي انا حطها تحت الحود. وبقيت اخسل منها. هعمل ليه طيب. هعمل ليه ما انا عايز اعمل اكل ليلي. غسلت كده الطماطم وروحت جايبها برضو في شوية ماء كده في الطبق. وقلت ايه? اهو. عمشي الحال. والله احنا ستات جدعين بناه. يعني بنحاول نتصرف رغم الظروف اللي ايه اللي بتمر اللي بنمر بيها ومنشوفها ده. اه حبيبتي اللي بتقول لي كل فيديو بقى لي ايه? بتقول لي بقى لي كم فيديو وفاة صوتك متغير. مش عارفة ولا يا جميع النفسية عندي مش قدي كده. رغم لو فيش حاجة معينة يعني بس نفسيتي مش قدي كده ومش عارفة مالي. يعني بقول يومينه هيعده ان شاء الله. على الرأي اسمه ايه دوت? يومينه عده يومينه وراهه. يلا عادي بقى كلنا بنمر بزروف زي كده. مهم انتو كتبولي بس كومنتات حلوة كده بحب بشوفها كده بتحفزني كده وتخلينا اقوم انسى الدنيا واقولها عمل لهم كده ايه اه فيديوهات يعني. لو في يوم بنزل في فيديوهات يومين في فيديوهين في اليوم. عشان المشاهدة يا جماعة. عشان المشاهدة اللي وقع دي اللي مزعليني والله. اه فايه المهم بلاقي نفسي معي فيديوهات. اقول ايه النهار دا لانزل فيديوهين. اه بكرة خليها فيديو واحد. بس الاساس بتاعنا الساعة 8 ان شاء الله. تمام? تمام. المهم بقى ايه? انا ضربت الطماطم كده بعد ما غسلتها ضربة محترمة وهنا جبت بسلتين. اشرتهم وغسلتهم كده. وقلت خرطهم ايه معيكو. اه مش لسه هنزل الكبه بقى ما انتو عارفين? انا كسلية اوه من ناحية الكبه. فين ايدينا? ايدينا راحت فين? المهم البط ده جميل وشربته حلوة كده. وقلت هطبخ علي بقى النهار ده. عندي لحمة والله في التلاجة بس انا نفسي مكادش جايباني للحمة. مش عارفة زفر. بس انا عايز اشرب شربة وخالص. عايز اشرب شربة يعني مش عارفة. فكنا ما قلت لكم كده الفيديو اللي عادة. لكن مليش نفسي الاكل خالص. طيب عملت ايه بقى النفسي النهار ده هتشوفه. ما نسيتش نفسي. ما انا يومين تعب بقى. مش عارفة والله انا يعني باكل بالعافية اليومين دول. ومش قادرة كده ما بتفهموش بقى النفسوية عندي مش قدي كده. حمرت بقى البصل اللي انا خرطته. حطيت فيه معلقة بردك طوم مفروم. وقالب طوم مع بعض كده لحد ما غيروا لون. وروحت حطة ايه? صلصة الطماطم وشوية فلفل اسود وشوية ملح. حنست ان انا حطت السكر. حطي كده ايه? قد ربع معلقة سكر كده سغنانة عشان الحمودة يعني. المهم بقى جبت الكوسة الامر بتاعتي بص الكوسة جميلة. بصوا يعني. فاكرين يا جمعة الكوسة دي كنا بنجيبها بكم? بخمسة وستة جنيه. الكوسة. والله. وكتسعب واربعة جنيه والله. فضلوا الكوسة بكم دلوقتي. مش فاكرة قالوا لي ايه? بحاجة عشرين باين. اه. فقلت لهم الكوسة مش عافها دخلها على تلاتين جنيه يعني اعتبر. فالكوسة الكوسة اللي ما كناش بنفكر فيها الا فين وفين للمحشي. يعني كنا فين وفين لنجيبها للطبيق ديت يعني. انا كن نفسي عامل لهم طول لي والله بس انا مش لاقي خدار. وبقول لي عايز خدار كتير. عايز خدار مشكل. آآ عايز بصل وكوسة وفسولية و ايه تاني? وبسلة. مفيش خدار في السوق. مفيش. المهم بقى ايه? نضفت كده الكوسة. الناس اللي بتوقع تقول لي يا وفاق امسكي الكوسة وكحتها كده منبر وكده شوية. هي فيها حاجة يا جماعة. الكوسة مفيش اشرة. انا عايزة الاشرة ديت. عايزين نستفد بيها. شرب طيعتها خفيفة جدا. انا الخضار اللي برا ده انا عايزة. انا عايزة عيالي يستفدوا بي. انت ازا تعملها كده اعمليها انا بحب اعملها كده. معلش تسبيني في حالي عشان انا مش طيقة نفسي الوحادي. ماشي? فكل لما اجي اعمل الكوسة لقى حد يكتب لي نفس الكومنت. يعني سبوني اعمل اللي انا عايزة انا حرة. سبيني عشان انا دماغي مهوية اليومين دول. فانا بحاول اتجمحها عشان نزلكو في جدا. سيبوا دماغي وخدوني على عد عقلي كده اليومين دول. لحد ما استوعب انا في ايه بالزبط كده وارجعلكو تاني بحالة انا نفسي احسن من كده يعني. هكون لما اجي اعمل الكوسة اتعقدوني. يا لقى اللي دخل يقول ما بتكحتيش للكوسة يا وفاق. ما بتقشرش للكوسة يا وفاق. هقول لهم علش. انا بحبها كده. حبها بعبالها كده زي ما بيقول. المهم الحد ما ببصوا ما عملت الكوسة ديت وغسلتها والله بالصعوبة ومتداية قوي. لان انا بحب الحوض يكون نضيف وفاضي. بس كنت مضطرة ان انا اخسر. بقى اعمل اجيب مياه من الازازة واخسر. والحوض ما اليوم ما وعين. بس كنت عايزة انجز. انا جوزي بقى موجود في اليوم ده وعيالي وعايز اعمل لهم الغداء وكده. طيب اول بقى ما حطيت الكوسة والدنيا تمام لقيت لكم ما اشتغلت. يا الف بركة يا الف بركة يا جميع يا الف بركة. روحتي مسكت المواعين. انا مسرع لكم المقطع ده. مسكت المواعين قلت بس. انا طبعا قبل ما بتيجي الفيديو خالص كنت جايبة برضو ملوخية خضرة. آآ مسكتها كده نضفتها. عدت قطفتها والله في الظلمة. قلت عبالما جوز يجي من مشوار ده وكده ويجي وشغلونا العداد اللي قرفنا في عشتنا ده. ما تفهموش العداد في ايه. يعني كل شوية آآ نشح المرة بالكارت يتعدي على خير. المرة التانية نحط الكارت يقوم فاصل وعمل لنا تلاعب. آآ اللي هي اللندة الحامرة ديت. طب وبعدين وبعدين بقى في قلة الادب دي. نروح يجو تاني شغالونا البتاع ويقولونا آآ آآ في حاجة من ناحية الكهرباء عندوك وفي مش عارفين مهم في الاخر آآ العداد هيتغير خالص والغلط طلع من عندهم العداد اللي هم مسلمينه لينا طلع قديم. وهما مجنينينا وكل شوية الله لعز من غرم مية وخمسة جدين. فحاجة مؤرفة. بلد ماشية بالعافية كده وبالزق وما تفهموش من الصحة ومن الغلط. او والله. فما صدقت بقى. المية طلعتلي بقى وقلت اشتغل لا. لمي موعيني كفوف. لمي. المنظر ده انتم متعرفوش كما عصابني زدي. بس قلت يلا ديني سلقة البط. وديني كمان الكوسة قربط تخلص على النار. اكمل بقى بقيت ايه? الاكل. طبعا اختوكو عملت لسانة عصفور ليها. معدتي مش قبلة لكده. لو اني والله كانت برضو شوية معيهم مش اقولكو لا. بس مش مش الطبيعي بتاعي يعني. الحمد الله على كل حيل. ومي من زهق كده. بس ايزا اقولكو الحاجة انا كانت نفسيتي وانا في المصيف. كانت نفسيتي احسن من كده. او والله. انا نفسيتي وانا في المصيف كانت احسن من كده يعني. مش مش عارفة بقى المهم بقى الحمد لله كده خلصنا المواعين. وزغرطة حلوة كده كل واحدة فيكو تزغرط لي زغرطة حلوة. وطل لي الف برك انك خلصت المواعين يا فوفا. هنا بقى ايه? قلت هعمل الرز. غسلت الرز غسلة حلوة. كده. ايوة كده اقف. كده لقي الحط كده فاضي وانضيف. وبقى فاخصل كده الحاجة بتاعتي كده بنظافة. طبعا الفيديو صغير خالص يا جماعة اتكون تشوفوه يلاخر. وبرجو منكن انتوا تشوفوا الاعلانات عشان ده اللي يزبط معايا شوية يا جماعة الدنيا. يعني برجو من كون انتوا تشوفوا الاعلانات. عارفة ان في ناس منوك بتكتب وبتقول انا بشوف الاعلانات. ربنا يخلك يا رب بكلك زوء والله وانت كده فهمه ده اللي بيفدني. فبتعملي ليا ربنا ميحرمنيش منك عبدك. فارجو منكم ان انتوا تشوفوا الاعلانات. وتحطوا اللايك وانت. يعني من ساعة ما بده على الكومنتات. بقيت اشوف كومنتات ما كنتش بشوفها قبل كده. ففرحانة والله بيكو. ربنا يخليكو لي. عايزي بقى نقول تتعب يومين كده وحاول اليوم اللي انا قادرة فيه نزل فيه فيديوهين. عشان نزبط المشاهدة تاني ونرجع هو فيديو واحد اللي نزله. لاني مجهود يا جميع. تاعب والله. تاعب ربنا يعيني ويقويني. المهم بقى البيت وفق كده عملت شوية رز محترمين. المهم بقى ايه? وفق عملت شوية رز محترمين. وساقيتهم باقي. بص انا حطيت بس مغرفتين شربة عشان جوزي ما بيحبش الرز بالشربة زي ما انا قلت لك. وزودت الباقي مية. يعني حاولت ان انا اتحك عليه. المهم في الاخر انا اللي خرجت خبصت له. بيقول لي ايه? هو يعني كان موجود انا بعمل لك بيقول لي ريحت الرز بشعرية بتاعك خطير. عملتيل طلقه. فودت له معلقتين كده يدوم. قال لي الله جميل انت كده عملا بالمية ساقية بالمية. قلت له والله يا ساقية بالمية. بس عشان الحلفان انا حطيت مغرفتين شربة بس. يقول له احب فيك صراحتك يا وفاق. يعني انا كممكن اقول له بالمية بس ومش هيخب باله. فقلت ايه هو كده كده عجبه بقى. الصراحة ما فيش حسن منا يعني. ما بحب. حتى لو حاجة بسيطة ما لهاش لازمة. بس هنا بقى شوحت كده ايه شوية لسانة عصفور. وبعد كده هستقيب الشربة. ده بقى ايه كان لي انا. عشان اختي كنت عبانة دي. حبيبتي يا بيت يا فوفا سلامتك يا البمي. سلامتك سلامتك يا لوحي. الممي بقى ايه? قلت اخرج بقى على جنب كده. كنت الملوخيات دي زي ما قلت لكم انا قطفتها. وقلت ايه? الدوق اللي موجود جنب جنب البتاع دي. ده دوق الشمس. عشان انا فتح البابه قاعدة. فبيدخل لدوق شمس كده. فقعدت بقى خرطت الملوخية كده. وانا كف في تامر شوية العيد زي ما انتم عارفين. افيش غل في تامر ولا في العيل. بفوق نفسي. الممي بقى ايه? حطت الشربة على النار. الشربة كانت يا دوبك على قد اللسانة عصفور. سبحان الله لابص بالميزان كده. وعلى قد الملوخية. ده بس مشاكتر من كده. آآ فهنا حطيت كده في التصة بقى ايه آآ معلقة سمنة. على شوية كزبرة نشفعة لطم مفروم. وقلت اعمل بقى اتشة بتاعية الملوخية بتاعتنا الامر. اهو. حابة ملوخية اختي لما بتوشها ما ولكيش. ما ادركي. ما ادركي. هنا قلبت الملوخية بتاعتنا حلوة كده بمحبهاش لا تقيلة قوي ولا خفيفة قوي. حبها كده مزبوطة كده. يوا الملوخية تاغلي. يوا لجماعة السوشيال لايك بقى. وكومنتات الحلوة. وشجعوني كده عشان يوميا ان شاء الله كده ننزل فيديوهات ونشتغل كده. ونقال القناتين ان شاء الله مع بعض. خلاص كده هو ده كان يومنا كده البسيط النهاردة. ولكم عالف سلامة واستنظروا ان شاء الله فيديو جديد. مع السلامة.